اشتركوا في القناة 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 طيب انت هنتكلم النهاردة على حاجات هندسية شوية لان و handful حانسمي حجة كنتتخل عن aren't المشروف دي عشان افهم الكلام دوت اه هنرجع نحن نشوف الناحية الهندسية اه لاصطنعة الكباري الكباري او الانفاء اه اللي احنا بسميها ستون بريتش ايلي بيحصل فيها انا دلات عشان اعمل او او حتى البوابات بتاعت الابواب الطاهرة القديمة لو روحتوا عين الصيرة او الاماكن اللي هي فيها بوابات كبيرة انا بيجي يعملوا بيعملوا حاجة زي ما احنا شايفين كده عبارة عن احجار كبيرة فدي احجار يبقى دي اول حاجة ان احنا بنحط احجار والاحجار دي بنسبتها بانتر سيجمينت الطايز مع بعضها زي ما احنا شايفين اهو كويس وبعد ما بنروس الاحجار دي بنجيب حجر هنا بنسميه حجر الزاوية اللي هو بيربط ما بين الاتنين بنسميه كيستون يبقى اخدوا بالكم من كلمة كيستون طب انا دلات لما اجعمل كبري وكبري مسلا معلق او كبري من الكبار الجديدة اللي انتم بتشوفوها هنلاقي اه ممكن يبقى كبري مقفول زي كده يبقى هيبقى فيه كيستون وممكن الكبري كمان يتعلق زي ما تشوفو الكبار المعلقة المعمولة يبقى لها سلينج واسمعوا كلمة سلينج لان هنلاقي القرش زيليها سلينج وفيه كمان شدادات هزي الشداد بي بيمنع انفصال التو بيلرز تا بيلر وهنا فيه بيلر مش كده يعني فيه نقطة ترتكاز من هنا ونقطة ترتكاز من هنا التو بيلرز دول هنشوفه من دلوقتي حالا انه واصل ما بينهم حاجة اسمها تاي بيم تاي بيم ده عبارة عن شداد بيمنع انفصال التو بيلرز من بعض طبعا كلام مجاعلس وكلام طبعا كل ده مش في دماركو كلام ده كله يا ولاد عشان ده ناحية هندسية بتحصل فعلا لان رجلين فعلا معمولة من هذه الناحية الهندسية عشان نتخيلها ونسمع الكلمات دي لما اجا اقولك الارش ده ايه السلينج بتاعه او الارش ده كيستون بتاعه يبقى احنا فهم يعني ايه كيستون لما اقول كيستون ده الحجر اللي باسموه حجر ازاي كلك كنت اسمعوا اللفظ دهliningه حجر ازاي يعني حجر ازاي يعن انا معضه اروس اروس حجرة من هنا وحجرة من هنا هاجي هنا اروح مدخل حجر زي الويدج كده في الزاوية في النص عشان يربط ما بين كل الحجرة الحجرة دي ويمكن انها تقع فبالتالي وجود هزا الحجر اسمو كيستون فلما اجا قول يائه كيستون بون بتاع الارش ده يبقى فهمين يعني ايه كيستون لما اجي اقول ايه الطائب بداع النص في حاجة شدة او وصلة ما بين او النقطتين الارتكاز الموجودين وزي ما هنشوف اقول لكم الارش ده لو انتيرو بيلر والارش ده لو بستيرو بيلر والرابط بينهم يبقى هو ده الطيب او ايه اللي معلقه ايه اللي مسبتهولي من فوق فيه تعليقات من فوق ايه يعني ممكن نلاقي تندون شدد ايه الارش مخليه دايما المحافظة على الكونفكستي بتاعته طب يبقى في حاجة من فوق دي بسماء زي الكبار المعلقة اللي انتم بتشوفوا الاحبال المعلقة الكلام كل ده كلام بدايات برضو عشان انا لسه مدخلتش في الموضوع بتاعي طيب عشان اوريكو الكي ستون وتتخيلوها بصوا على الصورة اللي لو احنا تخيلنا ادي الكباري اهي وادي الكي ستون اللي قلتلكو بتاع اي كوبري او بتاع اي بوابة احنا عندنا ثلاثة عارش زي ما حدنا حناخده حناخد فيه عندي ترانزفيرس عارش اهو حنلاقي فيه عضمة دخلة في النص اهي الانترميديات كويني او اهي هي دي بتعتبر او تعتبر او تعتبر بن سمال كي ستون او ترانزفيرس ادي واحدة طيب هناخد عندنا اتنين نجوتين والقرش زي ما هنعرف دلوقتي في عندي اهو ميديا نجوتين والقرش هلاقي كي ستون بتاعته التيلس شايفين التيلس دخلت ازاي كانها بالزبط زي المنظر اللي احنا شايفينه ده يعني ايه يعني هلاقي هنا وحلاقي هنا هون شايفين وهي دخلة في النص زي بالزبط ادي ادي بيلر وادي بيلر والوديفي النص عن ناحية نحن الاترال حلاقي برضو في عندي ناجت لقرش زي ما هنحن شايفين وحلاقي في عندي هنا برضو بكره في الكي ستون لقرش لما جا اقول كلمة ايه كي ستون خلاص انا نعرف ال organized range ال transverse الانترميديات كويني فارن الميديا longora حاز تكون الكي ستون بتاعتها التيلس بون بينما ال voila اه تماثل الكي ستون يبقى فهمنا دلوقتي يعني ايه كلمة كيستون لشان ما انسهاش او يعني ايه حجر الزوية طيب نقسم بقى الارشب زفوت اللي هنتكلم عليها النهاردة احنا نتكلم الارشب زفوت وزي ما حنشوف الارشب زفوت هيبقى فيه عندي طو كاتيجور سكوبار للارشب زفوت اول حاجة هيكون فيه عندي لونجي تيودون الارش وفيه عندي تونسفيرس ارشب زفوت انا هتكلم علي الحاجة بنسميها ميدليللونجوشي دون الارش وفيه عندي حاجة تانية بسميها لاتراللونجوشي دون الاارش يبقى انا اسمتنا لوجين الارش الي حاجتين ميدDER ولكر وبعد كده عندي تنسفيرس ارش هتكلم فيها على برضو اتنين تنسفيرس ارش هتكلم علي حاجة بسميها انتيرور كمبليت ارش يعني ده ارش كمبليت تنسفيرس ارش وفي واحد تالي بالباني بucher وبيكون انكمبليت زي ما احنا نشوف يبقى الخص كلامي ثانى يبقى عن اصبح الأيت أ Quantum شنك اللونغويت pa الارشز اللي هو الميديا الارش في اي الارش انا في اربع لازم اخب بالي منه اول حاجة ايه البونز اللي عاملة الارش ده ايه الدعمات ايه الكي ستون حجر الزاوية اللي اتكلمنا عنيه والجوينز اللي بتحافز على او اللي بيحصل فيها ايه هي والليجمز طبعا بتحافز على او بيت ممكن هزا الشهر طيب هزا الارش اول حاجة البونز العظم اللي عامل لو بصينا كده على الاستراكشر احنا شايفينه ده دي الفوت قدامنا حنلاقي الترسل بونز والميتا ترسل وانا اكسجلوت الفالانجيس دي الفالانجيس وحن شايلينها من هنا ليه? لان احنا الفالانجيس مش داخلي على الارش لان الفالانجيس ده ريح على الارض يعني اخر الارش بيكون الهيد الي متا ترسل ولو بصينا هنا حنلاقي الجزء الكبير التلتين تقريبا معمولين من الميدا الارش اهو والتلت ده هو ده لاتر الارش يعني المخطط ده ده الاتر انجوبيوطنل الحش يبقى البونز اللي عامل الميديا الانجوبية هي الكالكينيس واحدة اهو وطبعا الكالكينيس توbung شركة في الاتنين فسأنا اقول الكالكينيس الباعث questioned یہ ft و 트� b بعد كدا بنو دول بيمثلوا كدا البونز اللي هي هتعمل لي ال qué اول حاجة خدناها البونز طيب لو بصنا عليها من الجنب عايزين نشوف الـpillars نقط الارتكاز او الدعمات اللي ترتكز عليها هذا الارش اول حاجة فيه انتيرو pillar من قدام اهوق في بوستيرو pillar من وره بوستيرو pillar معمول بنص او الميديا الهاف فزي كالكينيس ليه الميديا الهاف لان اللاتر الهاف يشارك فيه تكوين اللاترال لوجيتيو دونال ارش ايما هي زي ما قلتلكم الكالكينيس مشتركة ما بين الاتنين يبقى هي البوستيرو بيري للتو لوجيتيو دونال ارش يبقى هنا هنقول الكالكينيس هي الجولسيروبيلي والانتيروبيلور هنا هيكون معمول بالهيدز الثلاثة دول اهم الهيدز اف دا فيرس ساكن ان ثيرت متطرسة البولز اللي هما الميدل سريعن تمام طيب الكي ستون الكي ستون هي العظمة اللي داخل اوجج عامل زي حجر الزاوية اللي شفناه لما شفنا الكبري معمول ازاي عشان كده انا وردتكن ناحية الهندسة الاول عشان هنفهم يعني هي كي ستون يبقى ادي ادي التيرلس هي الاكتقازة كي ستون القارش يبقى في عندي في المكان تي لو كالكينيونا بيكلر جواند ت breve спасибо ده هو بتاخد فتى المنجد بشغل هذا القارش والصب طيلاق وطبع حسنا لسه مش رحلاش الجويند هناخذهم انشاء الله冷 cuامر اليجاي النكمية instagram هنكون انشاء الله باللاقب سنتحدث على الشرف ال johns كله أه بس أنا طبعا جببتي سيرت تي لو كالكينيونا بيكلر جواند وجبتي سيرة السابتيلر جونت لما خدنا الإفيرجن والإنفيرجن لما شرحنا التبياليس أنتير وأنبوستير طيب نشوف بقى اللاترانجوتودن القرش اللاترانجوتودن القرش ما أجل شوف البونز بتاعته أهي اللي احنا شايفينها هتكون طبعا نص الايه أيها أي بقى برضو الكالكينيس نصها وبعد كده من هنا الكيبويب وبعد كده اللاترال تو متطارسة دلهم رقم 4 و 5 وهنا بس الفرق ما بين اللاترال والميديا لأن اللاترال بيبقى low and almost touches ground يعني قريب من الأرض أكتر من الميديا الميديا بيبقى مرفوع عن الأرض وبيبقى bowing أكتر وهنا ده يؤدي ده لي وظيفة وده لي وظيفة فأثناء ما أنا بمشي أو أثناء ما أنا بجري اللي بيعمل support وبيريسيفينج الويت هو اللاترانجوتودن القرش البيلرز بتوع اللاترانجوتودن القرش في عندي بستيروبيلر زي ما اتفقنا هيكون طبعا الميديا من VISU الانتيروبيلر هنا هيكون برضو الهدف دي لاترال بقى TOO متطارسة هينا بقى الهدف زي 늘� Cleveland there's whatever of the lateral TOO متطارسة طيب من اللي في النص هنا الكيستون الى دخلة فوسط القرش هنا هتكون الكيبويب يبقى الكيبواب هنا هي الكيستون يبقى هناك كانت التيرس الكيستون هنا هتكون هي الكيستون. الجوينت الموجودة هنا وهتكون تشتغل على هذا الارش هيكون عندي الكالكينيو كيبايت جوينت. كالكينيو كيبايت جوينت. تمام? يبقى ده كده عرفت الايه الاجزاء اللي انا بتكلم عليها. طبعا انا كل جزئية من دول العنيون دي مهمة جدا لان ممكن نجيلكوا اسئلة امسكيو. هنيجي نقول مثلا انتيرو فيلر بتاع بتاع الارش هو ايه? الكيستون بتاع الميديا اللي يديونا الارش مين? وهكذا تبقى عارفين الكلام. الادر ممكن من الارش زي ما قلتلكو هو بيبقى يعني عن الميديا ولكن ربنا عمله كده ليه? عشان هو اكتر واحد بيادابتد للترانسوميشن اوف دي بو دي ويت والتراست نفسها. فبالتالي هو المسؤول عن التجاري الماشي الترانسوميشن اوف دي بو دي ويت لانه اقرب للارض من الميديا الميديا اللي بشكل كي سبرينج اكتر. طيب. طيب نيجي بقى دلوقتي ليه? ايه? الفاكتورز من تيرينج دي لونجوتيودون القرشز. يعني ايه العامل هتساعد ان الارشز دي تبقى اه في مكانها ومزبوطة وبحافظ على وجودها. نتكلم بقى اول حاجة نتكلم عالفاكتورز من تيرينج دي ميديا لونجوتيودون القرش. هتكلم عشان هتكلم فيها هتكلم على ثلاث حاجات الاساسية. البونز العضن والليجامينز والماصل سواء كانت ماصل او تندن اوف ماصل او او ابينروسيز. يبقى انا دلوقتي دي الحاجات اللي هتكلم عليها. ايه 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 اتكلم مثلا اشوف البوني فاكتور ازاي بيحافظ على الميديا لونجوتيودون القرش. اول حاجة نعرف ان دي اول حاجة في عندي حاجة اسمها دي موجودة عند موجودة في الكالكينز بتحافظ على الهت بتنام عليها فبتحافظ عليها. يبقى دي بتسابورت. والتيلس دي بتهمني اه طبعا بتهمني. يبقى في بوني فاكتور اهو اللي هو ان دي شايلة اللي هي الكيستون بتاع الميديا لونجوتيودون القرش. يبقى دي مهمة جدا. الحاجة التانية في دي مهمة جدا بتساعدنا عليها. زي مين? زي اللي هو مشهور باسم وده طبعا انتو الاسماء دي هتعرفوها ان شاء الله لما ناخد هنعرف ان في عندي حاجة اسمها وده بيبروفايد ديناميك سفورت الهيدوفزاكيلاس. ده مهم جدا ليه? لان الهيدوفزاكيلاس نايم عليه. وزي ما هنشوف حالا دلوقتي. يبقى ده مهم جدا. اللي بين الصغيرة كلها اللي هي بنسمى دي كلها مهمة جدا بالنسبة لنا بالاضافة ان بيكونيكت البونز برضو الصغيرة مع بعضها. يعني ايه? عايزكم تفتكروا الصورة انها شرحتها من شوية دي. كنا اخدنا هنا ان في عندي حاجة اسمها اهي ما بين الحجر والحجر دايما ان نبقى ايه مسبتين هنا كده او زي الايه? زي الدبابيس. في حاجات كده اه هنا بقى اللي جميس دي اكتئاز انترسيجمينتال تايز. اعرفت اليوم كنت تبوريكم الصورة دي عشان نتخيل اه الناحية الهندسية ونقارنها باللي بيحصل اللي هي هي نفس الكلام. فبس سبحان الله هزي اللي جميس اكتئاز انترسيجمينتال تايز. طب تاعنا نشوف الموسلز بقى والتندونز اللي يعني بتقوم بدورها ازاي? الموسلز والتندونز بقى والاقنيروسز بيقوموا بدورهم ازاي? بيقوموا بدورهم بطريقتين. لاما بيعلقوا القرش يعني عمليات تعليقية فدي بنسمعها سلينج لاما بيشتغلوا كطايبين وبردو كلمة سلينج اوه واني بقولها تانية اوه واناها في الاول عارفتوا ليه المقدمة اللي قلتها في الاول وطايبين معرفنا حتى. طيب نشوف ها الكلام ده. لما اقول سلينج يعني معلقين القرش من فوق زي الكبر المعلق اللي هو باباشي ومعلقينه باحبال من فوق. يبه هي بالزبط عابلة زي الاحبال اللي معلقة او الايه الا السترنجز اللي معلقة ا اي كبر معلق زي الكبر الكبار الجديدة اللي عندنا اللي متوا بتشوفوها. طب اي بقى اللي بيعلق الكبر اي الفاكتورز زي ما ايه الماصر زي العام للحكاية دي وكلكم درسناها طبعا لما خدنا الباكوب دي اه لج وعرفتنا في الاترال جروب الكلام ده كله كان لها طريقة غريبة قوي عشان تروح تعمل اي مش غريبة ولا حاجة ولكن سبحانه وتعالى قال لنا ان كل شيء خلقناه بقدر فكل يعني ربنا خلقه طبعا لايه لحكمة بيقوم بيها ودور مهم جدا بيقوم بيه فلو شوفنا الاتبالس بوستيرور حلاقي موجود فين ده الاسبرينج ليجي انت اللي قلت لكم عليه من شوية ماشي وهنا ما شايفين اللي انا بشاور عليه ده ده بس سميه سبرينج ليجم بس سميه ايه سبرينج ليجم تحت سبرينج ليجم انت هنا بلاقي تحتها على طول كمان ايه 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 ماشي كده ومشي تحت فبالتالي هي عاملة سبرتها هي كمان ماشي كده ويعني معنى صحة كانها شغيلة القرش من ايه من فوق رفعه من فوق شدة من فوق يبقى انها شدة شدة القرش الفوق تمام حتى برضو بلاقي ووراها كمان مهم جدا هو برضو كمان هو كمان بيساعد في الموضوع لانه بيصبرت التندن اه بتاع بيساعده اه مش كده وبس ده كمان من قدام من هنا بلاقي بص وتحت هنا بلاقي عادي انتيرو جاي من فوق كده وماشي عشان يمسك انا برضو كأنه شايلة واخدوا بالكوا كأن دلوقتي بتندن دي شايلة ايه الكبري بتاعنا ده او القرش بتاعنا ده شايلة الفو ايه بدا اسمه سلينج عشان كده انا قلت ايه سلينج سلينج يعني ايه يعني ايه يعني ساسبينشن او ساسبيندنج القرش فروم اباح واهم واحد فيهم في الحقيقة هو الفلكسور هاليسوس لونجس ليه بقى لان العضلة دي اولا هي البلكست ماصل اند سترونجست ماصل يعني اقوى واحدة من احد البلك حجمها وقوتها فهي اكتر واحدة محافظة على هذا القرش كتعليق معلقات الماصلز ديت عشان يعني بصراحة يعني اهميتها في ايه اولا هي بتستريتش القرش لايك استرينج اوف 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 عارفين القرش هي بالزبط كأن وهي شوفوا الاكشن بتاعها واصلة اغاية فين لو هي بتشد كده كأنك بتشد شايفين ده كأنك بتشد قرش بالزبط فبتزود القرش خليه بتحافظ عليه زي كأنك شادد ايه الحبل بتاع القرش الحاجة التانية وهي ماشية لو تلاحظوا كده هتلاقوا ان هي ماشية فبالتالي بتصبرت الكالكينيس اهي وتلف الورق اهي من جاية من ورق اهي من هنا ورق تيلس في المكان ده فبالتالي كمان تصبرت التيلس انا هماشي في بصير جروب تاعة التيلس يبقى يبقى عضلة مهمة جدا عضلة يعني اخشوفوا عاملة كم حاجة عامل سببورت للتيلس من هنا وعمل سببورت للكالكينيس ودي نقطة مهمة جدا طبعا كل ده وفي نفس الوقت شدة كأنها فوق فبالتالي اه ده 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 لها اكشن مهمة جدا وفهمنا كده يعني اس لنج طيب فهمنا يعني اس لنج طب ما تيجي نعرف يعني ايه الطايبين بقى مين طيبين زي ما ادخد زي ما قلتلك الكبري لدعامتين وفي النص في طايبين زي بالزبط اللي هو الاعداء اللي احنا بنمشي عليها في الكبري فعلا لو كان ده اعتبرنا ده اهو اه 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 وقادي بيلر وقادي بيلر يعني ادي دعامة وقادي دعامة او دي ادي نقطة التكاز ونقطة التكاز ما يشتد بينهما او ما يشد بينهما هو طايبين ليه فايدته ان هو بريفينت سيباريشن او دي بيلرز يعني دول ما يتفصلوش من بعض متخيلين ازاي يبقى بيحافز على القوصر يعني انا دلتم افتخيلوا ده ارش ممكن مع الضغط يبعد عن بعضه فالارش يروح وده اللي بيحصل مع الناس اللي عندهم فلاد فوت مو اللي عنده فلاد فوت يعني ايه يعني ايه الطايبين ده بيضعف والمصر ازانها بتضعف واللي ايجا منس بتضعف فبي ايه بيقرب من الارض فما بقاش الارش موجود انما وجود الطايبين هنا انه هو شادة باني عن طوق فهو ده الاكشن بتاع يعني ايه كلب الطايبين طب مين اللي موجود هنا بقى اه طبعا كلنا درسنا ولما درست وارتلكوا البلانتر ابينيروسيز قلتلكوا اتاكت ايزا طايبين وهو ده فعلا البلانتر ابينيروسيز الميديا البارك بتاعه هنا في الجزئية دي بيمثل الطايبين بالنسبة للميديا اللي بتجيزنا الارش ومعاه في المكان ده تحتيه على طول بيبقى فيه من ناحية برضو ناحية الميديا الابدكتور هاليسوز والفليكسور هاليسوز بريفز كل دول بيمانتين الهايت اوف دي ميديا الارش يبقى الطايبين هنا يبقى حيكون البلانتر ابينيروسيز ميديا البارت ابدكتور هاليسوز اند اسيستد تمام بالفليكسور هاليسوز بريفز وده طبعا يوضح لي اه فهمنا يعني كلمة طايبين عاملية سهلة جدا وارغون دينا كنا وضحت بالنسبة لكم لان الموضوع طبعا انا عارف ان هو ايه يعني اصحاب شوية بس انا يعني حبيت في المقدمة الاولانية بس طولت فيها بس في الاخر خالص قديني هتبقى سهلة معنا ان شاء الله طيب نشوف اللي بعد كده هنتكلم اه بعد ما اتكلمت عالفاكتورز منتينينج دي ميديا لونجيتيودونال ارش دلوقتي هتكلم عالفاكتورز منتينينج دي لاتورال اه لونجيتيودونال برضو في عبارة على النضيك الكالكينني اسمع يعني اسمع بلنا futur ist Small mol ونخد بالنا ونفتكر تاني ونقول مرة تانية ان هي الkeystone بتاع هذا الكيوبوود هي الايه الكيستون بتاع هذا ايه الارش؟ خدنا تيرس كانت هي كيستون اور دا ميديا لونجيتيودنا القرش هتكون الكيوبويد هي الkeystoneoked via للاتورال لونجيتيودنا القرش الليجا من سلحت منتين الارش دة في عندي تول يجا من سهنة فيه من تحت سوبر فيشا فيه اللونج بلانتر لجامت وديب ليه في الشورت اللونجتيود اه شورت بلانتر لجامت زي ما احنا شايفين بيقعه بيبقى طبعا هو سمول بس ثيك وبيكون ديب للايه للونج بيصبرت ما بين الكالكينيوس وما بين الكفايت بون فبالتالي بيعمل صبرت ما بين العظمتين بالزبط بيشتغل كانتر سيجمين تلطاي كأنه مدبس الاثنين مع بعض زي ما شوفنا في الصورة الهندسية يعني ايه كلمة انتر سيجمين طايز هو اكتnight هو هو الليجامت دا اكت钟 او الاكتفيز زي ما انا كاتب تحت هو ايه طايز اللونج بقى اللي احنا شايفينه ده ده اطول شوية وده حيبقى اه زي ما احنا شايفين بسبورت الجونس اللي ما بين الكالكينيوس وبعد ما بين الكالكينيوس والكيفايت وما بين كمان الاجزاء دي مع الميتيع potarsels يعني اكتر من حاجه المهم ان في الآخر خالص ان كل الليجامت دي اكتقي است ايهheart بيشتغل ايه البونتز مع بعضها الحاجة الاخيرة بقى المسلز بالنسبة للمسلز والتندن والأبنيروسز برضو التو بوينز اللي تكلمت عليهم المرة اللي فاتت برضو مع القرش اللي فات ان هي اللي اما تشغل كسلنج او تشغل كطايبين المسلز هتشتغل كسلنج زي يمين سلنج يعني بتشغيلة من فوق زي ما اتفقنا انا معلقة لايه القرش يعني محافظة عليه انها رفعه من فوق هلاقي احنا في اللاتر الاسبك تدلوقتي فمين اللي عندي هنا هيبقى البرونياي ماصلز يعني هلاقي البرونياس لونجس والبرونياس تيرشس اللي اتنين دول دهبعا دول انسيرت زي ما احنا خدنا في البيزة في السميتة تارسلز فبالتالي هم دول هيشتغلوا كسلنج من الناحو ان كانوا بيقويك شوية اللونجس هي الاقوى ولكن هتبقى رفعه من فوق الحاجة التانية تبقى ده برونياس لونجس هو ده اللي بيبقى يعني اقوى شوية وبيبقى عامل جروفنج للكيوبويد وبيمشي في العرض بعد كده عشان يساعد كمان في الترانزفيرس ارش بيشتغل كبولي لايك اكشن كانها زي البقرة بالزبط زي ما احنا شايفين الكيوبويد تبقى جروفنج من تحت هو معدي ورافع الارش من فوق كمان بتشتغل كتاي بيم احنا قلنا من شوية البلانتر ابينيروسيس كان شغال الميديا الاسبكت هناك هنا اللاتر البرت بقى بتاعه هيشتغل او هيحافز على اللاترال لونجسي دونال ارش تحت اللاترال يعني بتاع تسبب طبعا الي هناك قلناها كانت ميل بتاعة التعلمنا على وهنا بقى هنا ده هيكون بقى كمان الجزء اللي هو راreated بالتاكدو الدج munي بريبس ده برضه اللي حفزت عرفنا يعني ايه Longitudine Arch عرفنا في عند Median Longitudine Arch وفي عند Lateral Longitudine Arch وعرفنا معمولين ازاي ايه البونز اللي عاملاهم ايه البيلورز ايه الكي ستونز عاملها سهلة جدا ومشاب صعبة و ايه اللي بيحافز او ايه الكريتيريا اللي بتحافز على انها تمنتين هذه Longitudine Arch سواء كان ال Media او Lateral. يبقى كده خلصنا Longitudine Arch نروح بعد الوقتي على Transverse Arch في البوستيرو Transverse Arch الدنيا مختلف هنلاحظ ايه هنلاقي اغلب الارش معمول بال Greater Parts of the Tarsals and Metatarsals وهنا ده بيعتبر Incomplete Arch ليه Incomplete؟ لان اللتر اند بتاعته بس هنا هي اللي بت ايه بتcome in contact مع أثناء ال Standing Position بينما الميديا العالية يعني كأنه نص ارش تخيلوا كده كأنه ايه نص ارش هافا دوم طيب هافا دوم او نص ارش هنا زي ما احنا شايفين لو انا حطيت رجل التانية جنبيها يبقى بيبقى كومبليت ارش يعني انا دي رجل الشمال ودي رجل اليمين لو انا حطيت رجلية هنا يبقى نص ارش بس لو حطيت رجل التانية يبقى اللي اتنين يبقى الرجلين جنب بعض بيكملوا الدوم او الارش ويبقى هنا كومبليت دوم امتو يبقى كومبليت دوم لو اه وينزي تو فيتس ار برو توجيذر حط رجلها جنب بعضها الاتنين الاتنين يتعملوا ارش واحد رجلك الواحدة تعمل هافا دوم او هافا ارش عشان كده بنقول ان الارش ده ان كومبليت ارش ما ننساش ان الكي ستون زي ما اتفقنا هي الانترميديا كويني فورم بون اللي قدامكم دي هيدي توماتسل كده طيب زي ما اتكلمنا على الفاكتروز المنتين زي اه لونجيتيون وارش عادي انو شوق ايها الفاكتورز برضو اللي بتمنتين الترانزفيرس ارش الفاكتورز اللي بتمنتين الترانزفيرس ارش برضو البونز اول حاجة العضن حنلاقي ان الترسل زي المنترسل بونز هنا هي الطبع متاعت الترانزرس بتبقى لارجر ناحية الدورسل سيرفس يعني هتبصت لقوه السيرفس بتاحها اه من ناحية الدورسل اكبر من البرانتر سيرفس يعني دخلها كأنها ويتج شيء عارفيني عن الويتش كأنه دخلة زي الويتش فبالتالي الجزء الكبير هو اللي في الدورسم والجزء الاقل بالسيرفس هو في البرانتر عشان يديني الشكل الايه الكونكافتي اللي احنا عايزينه. اللي موجودة وبتحافز على هذا القرش. اللي جامس ديت بيتباين توجيزر كونيفورم بونز مع الميتاتارسل بونز. وهزي اللي جامس فيه عندي السبرفيشة الودي بترونسفيرس متاتارسل ليجامس. كل دول بيقوم موجودين عند الهدف ديمتاتارسل. والفانكشن بتاعهم بيشتغلوا كائن ترسل ميتاتارسل يعني مسبتين برضو البونز زي ما اتفقنا. وده بيحافز على ان القرش او الشالو قرش ده بيبقى موجود عند الهدف ديمتاتارسل زي بالذات يبقى لايه الاول. يبقى هنا اللي جامس مهمة جدا في وجود هذا القرش. اخر حاجة الماصلز بقى انتكلم عليها. الماصلز بقى والتندونز اللي موجودة هنا. طبعا هنا مفيش ولكن هنا فيه ماصلز والتندونز. لاما ماصلز معلقة القرش من النص. يبقى اي ماصلز بقى خدناها كانت ماشي ترانزفيرسلي لو تفتكروا هتعمل انسورشن. طبعا ما مشت بالعرض يبقى هتعمل منتين لهاز الترانزفيرسل. سواء كانت بالتعليق او بالطيبين من تحت. بالتعليق زي البرانياز تيرشوز والبرانياز بريفز. تمام? ليه? لانهما مسكين في اللاترال سايد. وفيه كمان منه على ناحية الميديا لسايد الانتيبياليز انتيرو. دول معلقين زي ما احنا شايفين اهو. واضح? يبقى ادي اهو. تمام? واضح? معلق لي برضو من الايه? والتيبياليز انتيرو كمان بس مش في الصورة دي. اللي بيشتغل بقى كطايبين. يعني بيمنع اللي هو والتيبيالياز بوستيرو ماصل. ليه? لانهما بيماشين من الايه? شايفين عاملين جروفنج زي مسلا دي هيه? عاملة جروفنج بويد عشان تروح نمسك ناحية تانية. يبقى هي مش هي بالعضو. نفس الكلام في التيبياليز بوستيرو. بيويدو الايه تقاس طايبي. انها ما اللي بيشتغل كانتر سيجمينتل طايز بقى? الماصلز المهمة اوه بتشتغل كانتر سيجمينتل طايز كانها بتثبتهم مع بعض ومسك العضم مع بعض وبالذات الميتاتارسل اللي احنا درسناهم باسم دورسل انتر اسيائي. يبقى الدورسل انتر اسيائي بيشتغلوا كانتر سيجمينتل طايز. يبقى دي الارشيز. عرفنا ايه انواع الارشيز ياولاد. عرفنا في عندي الارشيز وعرفنا فيه ترانزي فيرس اارشيز. وايه هي وايه اللي بتشتغل ازاي? وايه الفاكتورز من تينينج بيس اارشيز. يبقى ضلينا في الاخر خالص بقى حاجة بسيطة. ايه الفونكشنز ان جينيرال بتاعت هذه الارشيز? اخر حاجة بقى نتكلم عليها النهاردة هي الفونكشن زي ما بقول الفونكشن بقى اوف دي اارشيز زافو تم ماجه اتكلم عليها. اول فونكشن مهم جدا. تو زاويت بيرينج باينز اوف زي سوري. الويت بيرينج باينز اللي انا اتكلمت عليها التلات اماكن اللي هو الحتة هنا عند الهيل ناحة الكالكينز عند الهيل يعني. ومن قدام هنا في مكانين بنثبت عليهم اللي هما عند الهيد اوف دي اآ اتوس. اللي هما او بيسموهم البولوف زاتوس. اللي هما عند الهيد هنا اوف دي فيروس متطارسل والهيد اوف دي فيفت متطارسل. كل ده اه 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 الارشيز بتوزع البوديويت على هزي الاماكن. الحاجة التانية وجود الارش اتاكت از اشوف ابزور بقول. اثناء ما انا بنط او بقفزة وبجري اه بيحصل ان الارش اكت از سبرينج لايك اكشن. يعني بتشغل بالزبط زي السوستة فبيتحافظ ان انا قدر انط وامشي وتحرك بلعب سلة بعمل اي شيء تبقى لعملية اسهل كتير. الحاجة اللي بعد كده ان الميديا اللي بتوزع الارش كمان ببيروفايد بروبالسف فورس اسناء اللي كوموشن. يعني هو اللي بيدفعني خلينا اجري خلينا امشي. فوجود الارشيز دي بالزبط هو القوة اللي بتخلي الرجل تتحرك. على عكس الارش ده بتاع يعني بيشتغل كستاتيك اورجان وبيشيل البوديويت لانه قريب اكتر من الارض. الحاجة الاخيرة بقى وجود الكون كابت بتاعة هزي الارشيز دي بتبروتكت النيرفز والفينسلز الموجودة في السول. فبرضو لان رجلنا مش مبططة على الارض على طول. وجود انها مرتفعة شوية ممكن ده بيحافظ على بكده يبقى خلصنا محاضرة النهاردة اللي كانت موضوع الارشيز وفزافوت. وارجل نكون الموضوع دلوقتي واضح لكم. معلش انا اتكلمت كتير. بس زي ما قلت لكم الجزء الاولين اللي انا شرحته في الاول ما تقلقوش منه. ده كل ده مقدمة بس هشتفهمه. لما اجي اقول يعني ايه? لما اجي اقول يعني ايه? لما اجي يعني اقول يعني ايه? يعني كنت اتكلمت بس في الاول ولكن هو الجزء الاخير اللي احنا نعرف بس كل واحد معمول ازاي? هي دي الحاجات المهمة اه بشكركم جزيلا ابناء الطلاب على حسن استماعكم لمحاضرة. وارجل تكون المحاضرة واضحة بالنسبة لكم. ان شاء الله نتقابل في محاضرة جديدة قريبا ان شاء الله. شكرا جزيلا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.